اشتركوا في القناة من بعد بعض الأخبار السارة التي تلاقيتها بآخر الأسبوع الماضي يمكن هلأ تلقي السلاح وتدير ظهرك لبعض الأراء والمستجدات شوي شوي حتى تاريخ 18 يعني لحديث الثانيين 18 بين 18 و20 بتمر بفترة دقيقة جدا تستدعي الاستعادة إلى استعادة بعض الأمور السابقة والاستعانة بأشخاص بيحبوك حتى تضمد الجراح المعنوية طبعا في فترة دقيقة انت مرق فيها قبل هالشي بتكون أكتر إيجابي يعني تكل على الجمعة 15 والسبت 16 حتى تلتقي بعض الناس ويمكن تتناقش موضوع مهم أو تتصرف بطريقة أكتر واقعية ويمكن تتلقى خبر بها الفترة يخليك تعيد بعض الحسابات أو ترجع للورا حتى تاخد قرار جديد بنقسك شوي من الجرأة يا عزيزي خاصة اعتبارا من الاربعة عشرين في حدا عم بيحاضر يعرق لك أو ينفسك على منصب أو قلب أو موقع وبتشعر انك اضعف من الطرف الآخر كما انه عافيتك بتتراجع شوي لحسن الحظ انك بتلاقي العلاج بهالوقت إذا شعرت كمان بتراجع صحي لأنه كوكب مارس يلي عم بيعاكسك مع مركور ما بيتجوب مع رغبتك بس السئة بالنفس بتظل مستمرة طوال الشهر والمعنويات مش رح تتراجع شو ما صار ورغم تخليك عن بعض المشاريع بتوعدك الأفلاك بأجواء إيجابية بتخفف من انقباضك أمتين يوم الخميس 21 ويوم الجمعة 22 هيدولي من أفضل أيام الشهر وبرجع بخبرك شو بيصير بعدين بالأسبوع الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة